اشتركوا في القناة 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 من بعدها رح نربي عليها جبن مبشور هذا الخطوة رح تكون اختيارية ما عندكش جبن مبشور رح تستغني عليها بالكامل احنا رح ندير طبقة لبس بها هكا بش الذوب لي وكيد طيب لي القراتان تاعي يعني تبقى كاينة هذيك الطبقة تاع الجبن ما تروحش تدخل في السلق والبطاطا ونفرخ الكمية اللي بقات لي تاع البطاطا والبيض نفس الشي نحاول نوزح حمليح ونغطي كامل لوجه تاع الجبن ونغطي كامل للجبن من بعدها ندخلها للفرن هنا وش رح ندير رح ندخلها للفرن قيس ما يتجمل البيض كي ما شتو بلي كلش طايب البطاطا طايبة والسلق طايب يتجمل البيض فقط ونعاود نجبدها من الفرن هنا عاودت جبدتها وفرخت عليها هذيك السلصة تعالبي شامال اللي كنت حذرتها معاكم شتو كفاش حذرتها تقدري تديري سلصة الجبن يعني تديري السلصة اللي تبغيها نسية وندخلها للفرن ونشعل عليها فقط من الفوق تحبي تشعليليها من تحتها ورح تشعليليها من تحت انا بما انو قلت لكم كلش طايب وديجا سبق ودخلتها طابة نصطي تعرفوا بلي البيض غري شي مسخانة رح يطيب لذا رح نخليها فقط تديلي التحميرا ومحبيتها شتنشف لي اذا حبيتها تنشف ورح تشعليليها من الفوق ومن تحت وهيليك القراتان كما راكم تشوفوا بعدما تحمرت لي شوية دهت حميرة خفيفة ونبغيتش نحمرها بالزاف قلت لكم باش ما تنشفليش رح نهزلكم قطعة نعط لكم كيفاش جاءت من تحتها كيفاش جاءت الداخل شوفوا كيفاش جاءت طبقات جاءت طبقات على البطاطا والطبقات على السلق وطبقة البطاطا وهذيك طبقات على البشامال هنا اذا ما طيبتيهاش نصطيب البطاطا والبيض رح يمتصوا هذيك البشامال وبالتالي ماهيش حاجيكم طبقات كما هذي وكما راكم تشوفوا لتحت محمرة طبقة بطبقة الذوق يا لبنات ولا ارواع رح تجربوها ان شاء الله ورح تردو لي الخبر شوفوا الطبقات على الجوابين يعني طبقة بطبقة ان شاء الله وصفتنا لناها اليوم تكون لتعجابكم جربوها وتعجبكم وتنشحوا فيها ونستنا تطبيقاتكم ان شاء الله وذرك ما بقى لي غير نقولكم في امان الله الى اللقاء في فيديوهات قادمة ان شاء الله مع السلامة